السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين محبا بكم معي فصفة جديدة ان شاء الله من وصفة شوات سومية اليوم ان شاء الله غدي نوجد لكم واحد الحغيشات صغر اللي غدي نعمرهم لكم بالجبن حغيشات كيجي واني رائعين في الماداق كنتمنى تشغبوهم وينالوا الاعجاب ديركم غدي نبدو على بركات الله بالمقادير عندي خمسمائة جرام ديال السميدة غقيقة اللي كنستعملوها في البغير يعني تكون نوعية يعني جيدة عندي واحد الساشة ديال الخميرة الكيموية ولكن ما غنستعملوش كامل غناخد نص ديالو عندي واحد الكاس ديال الحليب وغدي بقى المقدار ديال الحليب على حساب النوعية ديال السميدة عندي واحد النصف كاس خاليط ما بين الزيت والزبدة عندي واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال السميدة عندي قليل من الملح وعندي هنا يا الجبن هذا يعني هاد تاسرة معروفة كتباع يعني ما بغيتش ننتقل اسم ديالها ما نعرف يمشي يكون يعني ما غسنيش نقولوه المهم انتو ما استعملو اي جبن عندكم ولا اي فرومج باش يعني تعمروا هاد الحريشات هادو هادين بدأو على بغاكة الله بطريقة ديال التحضير هادين اخوض واحد الاناء فين غادي نوضع السميد ديالي عندي هنا يقلت خمسمية كرام غادي نوضع الملح لديت قريبا واحد نص معلقة صغيرة جوج مع الكبار ديالساني دا هنال الخميرة الطغية بالنسبة للخميرة الكيموية غادي ناخد هين نصف يفصى الشي مشي كامل مشي كله وغادي نخدم هاد المقادر هادو بسم الله هادي نحاول نغمل مزيان هادا سميدة حريشات اللي كيجي ولدات انسان يوجدهم في الفطور ولا في القوتي ساهلين على في اخر بقيتها الانسان يعني ممكن يصفوا بهم وكيجي ولدات وطرين روت بغزات كيجي وتيجي ولداتين كانتمنى تجربوهم ان شاء الله كانتمنى هاد الفيديو تقبلو عليا ويجيكم يعني خفيف ضريف على قلوبكم وتشجعوني يعني راه بالتعم ديالكم باش كانعطيه وباش كانزيدو القدام يعني باش كانتشجعوا وكانديرو فيديوهات اخرين وكانتمنى هاد الوصفات ديالينا لو الاعجاب ديالكم وتشجعوني باش نزيد نعطيه المزيد بإذن الله بعد ما بس بست سميدة ديالي مزيان كما كتشوفو غادي نبدا نضيف الحليب كيما يقتلكم كتبقى على حساب السميدة ممكن يكفيني ممكن انني نزيد الحليب ممكن ان لنظيف الحليب كيما يمكن ان القناة دونيت shameful نضيف الكمية كاملة نضيف الكمية كما ترى سوف تزيد و تشرب الحليب كما تحصل على الكمية القياس و القوة من الكمية سوف نتركها ترتاح 1-3-4 ساعة لما تشرب الحليب سوف نعمرها بالجوب بعد ان تقريبا في 16 ربع ساعة سوف نقوم رفع نقوم الكمية الآن ننضيف الكمية سوف نضيف الكمية بعد الحليب سوف نبسط العجين سوف نضيف البعض غادي نوضعه في الواسط ديال عاجين وغادي نجمع لي الأطراف الطريقة هذي كما كتشوفه هنا غا عندي واحد شوية ديال سنيدة غادي نجمع بيها اللي بغا يدير هادو ما معمرين شبل جوب نراه ممكن مهم لكم الاختيار نتهاقق يجي والداد ثم كما كتشوفه غادي نوضعها في المقلات ديالي راح سخنات وغادي نستعمل هاد لوسار كل هادا وغادي نوضعها هنا وغادي نبسطها وغادي نحيي اللي بها الطريقة هذي كنقرب لكم باش تشوفه هادي نعاود واحد اخرى بنفس الطريقة تشوفه غا نوضع القليل من الجبن وغادي نجمع ليه ندير بها الواحد القورة رسائه الزما مشي شي ما كاي تشي صعوبة وغادي نعاون به هاد السميدة هاتي باش تمني نديرها الطيب متل تسقلياش وغادي نوضع الليسار كل ديالي وغادي نبسط الحريشة ديالي ممكن يما عندوش هادا هادا هادلسار كل هادا يدير هبدة يعني هوي كي عاون باش كي يعطينا للحريشات ديالنا نفس القياس ما اللي مكانش عنده هره ماشي ضروري تكور هبدة وتحطيهم وتبسطيهم فوق المقلة ونحاولو منديروهم شغلات الحريشات ديالنا يكونوا يعني رقاقين باش يجيونا مزيانين وميجوناش مجنين تحطيهم اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة